أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ القادمة في ضوء القدرات الإماراتية المشهود لها بالتميز جاء ذلك خلال استقبال سيادته لسفيرة دولة الإمارات العربية بالقاهرة السفيرة مريم الكعب وخلال اجتماع آخر استقبل الرئيس سيسي رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقية حيث أعرب الرئيس عن تقديره لدور البنك في دعم القطاعات التنموية بالقارة الأفريقية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات تتضمن دعوة سيادته للمشاركة في القمة العالمية للمناخ قب 28 المقرر أن تنعقد بمدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل مع تأكيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاستفادات من التجربة المصرية في هذا الإطار خاصة في ظل نجاح مصر في استضافة القمة السابقة قب 27 بشرم الشيخ على نحو النال تقدير العالم وكذلك ما نجحت الرئاسة المصرية للقمة في تحقيقه من نتائج إيجابية في العمل المناخي الدولي من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد مؤكداً ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة في ضوء القدرات الإماراتية المشهود لها بالتميز ومؤكداً كذلك الحرص المتبادل على تعظيم التعاون ونقل الخبرات المصرية في هذا الصدد لسيما في ظل خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته وكذا مراعاة الشواغل ذات الصلة للدول النامية والإفريقية كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي والوفد المرافق له الذي ضم السيد كيفين أوراما نائب رئيس البنك والسيد فانسنت نمهلي السكرتير العام للبنك ومن الجانب المصري السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والسيد الرامي أبو النجا نائب المحافظة للاستقرار النقدي والسيدة منة الله فريد وكيل المحافظة لقطع العلاقات الخارجية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس رحب بتطور علاقات التعاون المشترك بين مصر وبنك التنمية الإفريقي معربا عن تقديره لدور البنك في دعم القطعات التنموية بالقارة الإفريقية لسيما في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي كما أكد السيد الرئيس تطلع مصر الاستمرار وزيادة حجم التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات في إطار أهداف الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين من جانبه أعرب رئيس بنك التنمية الإفريقي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مشيدا بالتجربة التنموية المصرية خلال السنوات القليلة الماضية وواصفا إياها بأنها مصدر إلهام كبير للشعوب الإفريقية على امتداد القارة ومضيفا أن الشعب المصري وقيادته السياسية أظهر قدرة فائقة على النهوض السريع وتحقيق العديد من الإنجازات المهمة مثمنا في هذا السياق ما تحقق في العديد من قطاعات التنمية لسيما قطاعات الكهرباء ومعالجة المياه وإعادة استخدامها وتطوير المناطق السكنية غير المخططة باعتبارها أمثلة ونماذج مضيئة على ما تحقق من تقدم تنموي يفيد قطاعات واسعة من السكان وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي أعرب عن سعادته لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك بمدينة شرم الشيخ في شهر مايو المقبل مشيرا إلى أنها ستركز على مناقشة سبل تشجيع التكامل الاقتصادي القاري فضلا عن آليات سد فجوة تمويل المناخ في القارة الإفريقية بما يجعلها امتدادا للجهد المصري المتميز في استضافة ورئاسة القمة العالمية للمناخ العام الماضي وقد أعرب السيد الرئيس في هذا الصدد عن دعم مصر الكامل للبنك واجتماعاته السنوية مؤكدا حرص مصر الدائم على تعزيز المصالح الإفريقية بكافة صورها وعلى جميع الأصائضة اشتركوا في القناة